دانا بعد التحية كيف تابعت الجهود المصرية منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى نجاح مصر في التوصل لاتفاق ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية يعني منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان المستمر بخمسة أيام على قطاع غزة كانت كل التسريبات منذ اليوم الأول في وسائل الإعلامة العبرية تقول أن هناك جهدات ووسطات عربية يترأسها وتترأسها مصر لوقف إطلاق النار لوقف مزيد من استباحة الدماء الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية لنتنياهو ولأحزاب يمينه المتطرف على حساب شعبنا الفلسطيني كانت هناك زيارة بوفد مصري رفيع المستوى صبيحة هذا اليوم في تل أبيب للجلوس مع الجانب الإسرائيلي لوضع هذه الاتفاقيات وشروط هذه الاتفاقيات ومن ثم كان هناك حديث عن تعثر هذه المفاوضات وكان الحديث أيضا عن وفد آخر يزور تل أبيب غدا إلا أنه وصلت اليوم هناك وكانت قد عرضت هذه الجهود المصرية وقف إطلاق نار وتهدئة مكتوبة وبشروط حددتها المقاومة الفلسطينية التي تتضمن وقف إطلاق النار واستهداف الأفراد والمدنيين وكذلك وقف الاعتداء والعدوان على أبناء شعبنا وهدم المنازل هناك كانت هناك ترجيحات تقديرات عسكرية إسرائيلية بأنه إذا لن يتم هناك الالتزام من قبل فصائل المقاومة فأنه سيكون الرد قوي وأن إسرائيل لن تسقط هذه المرة عن استخدام يعني أو الرد على هذه الرشقات الصاروخية في أول تصريح رسمي بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ نتنياهو كان قبل قليل قد صرح وقال أننا وصلنا إلى التهدئة مقابل التهدئة وهي الجملة الأولى التي عادة ما استخدمها خلال كل جلسات ومشاورات الأمنية بأنه إذا كان هناك تهدئة وقف الرشقات الصاروخية من قطاع غزة فسيكون هناك تهدئة إسرائيلية وأنه إذا كان هناك أي خروقات لهذه التهدئة أو كان هناك إطلاق للنيران والرشقات الصاروخية فإن إسرائيل سترد هذه المرة وبقوة أكبر ثاني هذه التصريحات التي وردت على لسان وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ نتحدث عن تصريح وزير الأمن القومي الداخلي إتمر بن كبير والذي قال أنه حان الوقت الآن لتنفيذ ما جرى في غزة بحملة اغتيالات لتنفيذه في الضفة الغربية وفي هذا تحريض واضح ضد الفلسطينيين باستمرار نفس النهج ونفس هذا الأسلوب باغتيال الفلسطينيين لأيضا تحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية تمكن هذا الاتلاف الحكومي من استمرار تواجده وعدم الذهاب إلى حل انتخابات إلى حل لهذه الحكومة وهذا الاتلاف والذهاب إلى انتخابات خامسة في غوطان عامين فقط وود أن أعاقب عما قالته الزميلة مونة وولاء قبل قليل ربما مونة أشارت إلى عودة الحياة بشكل سريع وبشكل طبيعي إلا أنه على الجانب الإسرائيلي حالة التأثب حالة الطوارئ ما زالت مبقوعة في إسرائيل بل وكان هناك بيانات من جيش الاحتلال تقول بأن على المستوطنين الالتزام بكل الإرشادات التحذيرية والاحترازية التي كان قد وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بما فيها اللجوء إلى الملاجئ وإستمرار فتح الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة التعليم ما زال معطل حركة المواصلات وحركة القطارات لربما إسرائيل تعلم بنفسها أكثر بأنها عادة لا تلتزم بهذه الاتفاقات وعادة ما تضرب بعرض الحائط كل المعادات والاتفاقات الدولية أو حتى المحلية لذلك لربما من خلال كل هذه الرسائل واستمرار حالة التأثب يقرأ هنا سياسيا بأنه لربما إسرائيل تنوي خرق هذه التهديئة وإلا أن كل المؤشرات لا تدل على ذلك بسبب مرور ساعتين وهناك هدوء حذر يخيم على الجانبين إلا أن من يرى أن لربما إسرائيل بسبب استمرارها في هذه الإجراءات الاحترازية تقول بأنها إذا قامت بتنفيذ غيرات إسرائيلية على قطاع غزة وإن كان هناك رشقات صاروخية ما يضمن سلامة المستوطنين باستمرار فتح الملاجع أو حتى الابتعاد عن المناطق المفتوحة وعن المناطق الحدودية مع قطاع غزة لمسافة تصل إلى 80 كيلو متر نتحدث أنه قبل قليل كان هناك بيانة من مكتب رئيس الأركان الاحتلالي الذي قال أنه سيقوم بجولة تفقدية لمستوطنات غير غزة والجهة الجنوبية من إسرائيل أي الحدود الجنوبية مع قطاع غزة للتأكد من جدية الفصائل الفلسطينية بالالتزام بوقف إطلاق النار والالتزام بالتهدئة وخلال هذه التقييمات سيجري عدة مشاورات أمنية وعلى نتيجتها سيكون هناك تحرك في ملف رفع حالة التأهب والطوارئ في إسرائيل بداية من مستوطنات غلاف غزة هذا يعني أنه يعني تتوقف حالة التأهب حالة الطوارئ تعود حركة المواصلات إلى طبيعتها هناك فرض حضر تجول شامل لمستوطني غلاف غزة هذا يعني استمرار هذا المنع التجول حتى هذه الساعات وإن كانت هذه التقييمات إيجابية على حد تعبيره فإنه سيكون هناك رفع لحالة التأهب والطوارئ في داخل إسرائيل في ساعات صباح يوم الأحد الوضع على ما هو عليه في داخل المستوطنات القريبة من قطاع غزة كذلك الحال في البلدات الإسرائيلية وتلك البلدات خصوصا التي وصلتها صواريخ المقاومة لا سيما تل أبيب رحو بوت وريشون تسيون بيتشيمش في جبال القدس الغربية أما ما ذكروا الإعلام الإسرائيلي في أثناء الشباكات بأن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صواريخ مضادة لطائرات لأول مرة وما ذكره مسؤول أمن إسرائيلي أن حركة الجهاد تمتلك ستة ألاف صاروخ كيف تبعت هذا وما يمثل من تقدم نوعي للسلاح المقاومة إذا ما رجعنا للسبب وراء كل هذه التخوفات من الصواريخ مضادة الدروع هي ليست فقط بسبب المدى التي تصل به نسبيا هي قصيرة المدى ولكن حجم الدمار التي تخلف هذه الصواريخ هي ما تجعل المنظومة العسكرية الأمنية تحسب حساباتها وتعيد حساباتها وتزيد وترفع من مستوى التخوفات الإسرائيلية والتي على إثرها كانت قد منعت التجول في مستوطنات غلاب غزة كون هذه الصواريخ قد تصل في مداها إلى تلك المستوطنات لماذا هذه التخوفات أيضا من هذه الصواريخ؟ لأن هذه الصواريخ لا تحمل رادارات ولا يمكن للرادارات ولا تحمل مجسات ولا يمكن للرادارات تعقبها أي أنها لا تستطيع معرفة أين سيتجه وإذا ما وقع في أرض مفتوحة أو في بناية سكنية ففي طبيعة الحال سيكون هناك إصابات بل وقتلة وجرحة وتضرر في الممتلكات قد يخلفها هذا الصاروخ الذي يحمل في رأسه مواد متفجرة تصل إلى 20 كيلومتر لذلك كانت كل التخوفات المنظومة العسكرية من استخدام هذه الصواريخ التي استخدمت لأول مرة في هذا العدوان وفي هذا الحرب والرشقات الصاروخية ردا على العدوان الإسرائيلي بذلك رجحت إسرائيل بأن الجهاد الإسلامي هناك تطور في العدة التي يستخدمها هو العتاد وبأنه يجهز نفسه لحرب طويلة وأنه دخل حرب الاستنزاف وقتل الوقت من خلال التأخص في الرد وضحت صورة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرات الإخبارية كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك